السلام عليكم أحباتي الكرام وصلنا الآن إلى الدرس الواحد والسبعين وكلمة اليوم كلمة مهمة جدا جدا هي كلمة بي أو فعل بي سوف نتعلم استخدامات هذا الفعل وأيضا في أمثلة ومرادفات هذا الفعل فقط في دقيقتين هدفنا حفظ تسعين باليوم المعلومات من أول مرة عشرين كلمة جديدة تقريبا سوف نتعلمها خلال دقيقتين للحصول على هذا الهدف يجب أن نركز جيدا على هذا الدرس من الآن إذن ركز معي من الآن حتى نرتقي إلى مرحلة أعلى باللغة الإنجليزية اجهز كالعادة اجهز اكتب جميع العبارات فقط دقيقتين كر خلف العبارات باللغة الإنجليزية بصوت عالي لكل عبارة خمس مرات حتى تتقنها بشكل جيد اشترك في القناة الآن فعل زر الجرس واضغط على لايك لهذا الفيديو أيضا حتى تحصل على جميع الدروس القادمة كلمة بي تأتي بمعنى كان أو أصبح يوجد ذهب أو بقي سنكتشف استخدامات فعل بي المثال الأول أريد أن أصبح معلما أو معلمة المثال الثاني لا تقلق كررها خمس مرات بالصوت مرتفع واكتبها أيضا حتى تحفظها بشكل جيد Don't worry I will be there tomorrow أما المثال الثالث طبعا على كلمة بي The teachers are to be praised for all their work المعلمون يستحقون الثناء على كل عملهم The teachers المعلمين are to be praised يستحقون الثناء for على all their work أيضا كررها خمس مرات بالصوت مرتفع حتى تتقنها مرادفات كلمة بي exist يوجد become أصبح وهذه كلمتنا بالدرس القادم الدرس 72 أيضا انتظرونا في هذه الكلمة وشرحها وأمثلتها work out أيضا تأتي مرادفة لكلمة بي and remain بقية حاول الآن أن تكون جملة تستخدم فيها كلمة بي كون جملة استخدم فيها كلمة بي شكرا لك على المتابعة وانتظرنا في الدرس القادم الدرس 72 مع كلمة become شكرا لك وإلى اللقاء